موسيقى القوات المشتركة تكبد الميليشيات قتلى وجرحة وتواصل زياراتها للمرابطين في مختلف جبهات الساحل وتدمير مخزن أسلحة وتعزيزات حوثية غرب مأرب والمرابطون يجددون العزم على المواجهة جهود متسارعة للتهديئة في غزة وأكثر من ألف شهيد وجريح ضحايا العدوان للإسرائيلي موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عيد المبارك وكل عام وأنتم بخير أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ردت القوات المشتركة على مصادر نيران للميليشيات استادفت مناطق سكنية في محافظة الحديدة ورصدت مصادر إطلاق نار حوثية استادفت منازل المدنيين في مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة وردت وحدات القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية على نيران الميليشيات وتمكنت من إسكاتها بضربات حاسمة دفاعا عن المدنيين في حيث قصفت الميليشيات تجمعات وأحياء سكنية متفرقة في المدينة بمختلف أنواع الأسلحة مصادر محلية أفادت أن الميليشيات شنت عملية قصف هستيرية على المنازل والأحياء الجنوبية الأهلة بالسكان في أطراف مركز المدينة وأكدت أن الميليشيات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بالإضافة إلى قذائف متفعية الهون الثقيل وأشارت إلى أن عملية القصف أثارت حالا من الخوف والفزع في صفوف المدنيين أكد المرابطون في جبهة حيث جنوب الحديدة من منتسبي ألواء السابع عمالقة الذين يقضون مناسبة عيد الفتر المبارك بثبات ورباط ضد الميليشيات أكدوا استعدادهم التام بالجهزية القتالية القصوى لاستكمال تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات نحن أبطال اللواء السابع عمالقة مرابطون هنا بجبهة حيث من شهر رمضان إلى أيامنا هذه أيام عيد الفتر المبارك متحلين بالصبر لغرب حماية المواطنين العزل من انتهاكات وخروقات الحوتية وضرب المواطنين واستهداف المناطق السكنية ونطالب الحكومة الشرعية بإلغاء اتفاق السويد لآجل تحرير جميع محافظات الجمهورة اليمنية مستعدين الأمر ونحن بأتم القهزية لتحرير صنعة وإب ودمار وصولاً إلا قبل المران إن شاء الله نطالب الشرعية بالتقدمات والانتصارات لكي يكون لنا عيد الأكبر وأنا هنا مرابطون إرباط الجبال بملابسنا الدائمة الذي تثبت على صمود الجبال ولكن نريد انتصارات لكي نحرر باقي أراضي اليمنية من يد البغي والبطش الإيماني لكي ننتصر ويكون لنا عيد في قبل مران في صنعاء والحديدة ونحن مستعدون تام الاستعداد وكما كنا بالسابق نصد حجمات الحوذي ما زلنا مستعدون أن نتقدم وأن ننتصر وأن يكون لنا عيداً كبيراً بانتصال الجمهورية اليمنية نحن هنا مرابطون ومساندون وصامدون إن شاء الله تفدينا زحوذات كبيرة وعديدة من الحوثيين ونحن هنا صامدون إن شاء الله لهم بالمرصد وسنكون لهم العين الساهرة التي لم تنم ونحن هنا معيدون وصامدون بماذاً جبال الرواسي نحن أفراد اللواء السابع مالقى المرابطون في جبهة حيس الذي يحاول للحوثي كل يوم أن يتقدم ولو شبراً واحداً ونحن هنا نتصدى له في أيام العيد وفي كل يوم ولا يمكن للحوثي إلا أن يقصف المواطنين بالقذائف وبالرصاص نطالب الحكومة الشرعية أن تلغي اتفاق السويد حتى يتسنى لنا أن نحرر جميع الأراضي اليمنية نحن الآن في أيام العيد ثابتين ثبات القبال ومستعدين للتصدي لأي حقوم أو أي زحف للحوثي ونستطيع أن ننكل به سلد التنكيل ونناشد الحكومة الشعية بإيقاف الهدنة وأمرين بالتقدم والزحف حتى نطهر الأرض من هذا العدو في السياق زار قائد قوات خفر السواح القطاع البحر الأحمر العقيد عبد الجبار الزحزوح معسكر قوات الأمن المركزي وأحد معسكرات تدريب والتأهيل التابعة للمقاومة الوطنية في الساحة الغربي لمعايدتهم بمناسبة عيد الفتر المبارك وأكد المقاتلون أن دفعهم الرئيس للالتحاق بجبهات العزة والشرف إنقاذوا شعب من الميليشيات الحوثية التي أهلكت الحرفة والنسل وارتكبت ولا تزال أبشع الجرائم بحقهم الوطن في أمس الحاجة إليكم عندما تضيق الأحوال ويضيق حال الوطن يظهر هناك الأبطال الرجال الشجعان الذين يسطرون أروع البطولات للدفاع والذوج عن هذا البلد هذه هي أرضنا ويجب أن نحافظ عليها عندنا عقيدة صادقة عندنا مبادئ ثابتة إما النصر وإما الشهادة إما أن حقيقة الإنصار الحقيقي بالحفاظ على ما هو موجود معنا وتحرير المتبكي من البلد أو نتشهد على هذه الأرض ونحن أحزاء رافعين الرؤوس شامخين يجب أن نخوض جاهزية قتالية عالية وكما هو واضح من معروياتكم المرتفعة ومن جاهزيتكم ومن المهام التي نفذتموها من ضب العدد الكبير من الخلايا من ضب عمليات التحريب العديد من المهام الموكلة لكم نفذتوها بجدارة وهذا شرف كبير لكم يجب أن نحتز بانتمائنا إلى المقاومة يجب أن نحتز بدفاعنا عن أرضنا نحن نقوم في الأمن الخاص في الأمن المركزي وفي أمن المخاء وأمن الساحل بتعمين ضحر المقاتل بتعمين المواطن وهذه مهام جسيمة وأنتم قد المسؤولية فعلا نقول لكم كل عام وأنتم بخير وبرك الله فيكم وإلى الأمام إن شاء الله شنت مدفعية القوات الحكومية قصفا مركزا نسادف مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهة القتال الغرب مأرب وكبرتها خسائر فادحة تضاف إلى خسائر أخرى بغارات للطيران المركز الإعلامي للقوات المسلحة قال إن مدفعية القوات الحكومية دمرت مخزن أسلحة تابعا للميليشيات في جبهة المشبح بل للمشجح واستادف مواقع وتجمعات للعدو في مواقع متفرقة بالجبهة ودمر الطقمين ما أدى إلى سقوط منع على متنهما بين قتلا وجريح واستادفت المدفعية مواقع وتجمعات للحوث في جبهة الكسارة وأسفر القصف عن تدمير طقم وسقوط قتلى وجرح من الميليشيات كما استادف الطيران تجمعات وتعزيزات للميليشيات غرب مأرب وأسفر عن تدمير عربة بي تي آر وثلاثة أطقم تحمل أسلحة وأفراد وطقما آخر أو آخر على متنه عيار 23 وأسفر القصف عن سقوط العديد بين قتلا وجريح في مأرب أيضا جدد المرابطون في جبهة الكسارة عزمهم وتصميمهم على تحرير اليمن من الميليشيات واستعادة الدولة ومؤسستها المختطفة من قبل الميليشيات ثروري نقضي العيد هنا لأنه إذا لم يكن متواجدين في هذه الأماكن ما شو عيد وإذا لم يكن متواجدين الشعب اليمني لن يشعر بالعيد فنحن أمان الشعب ومستقبله إن شاء الله الفرحة الحقيقية ليست في المنازل وليست في القصور وليست في الفرحة مع الأولاد والأهل بالعكس الفرحة الحقيقية والله في هذه الأماكن أماكن الرباط أماكن العزة والكرامة والبطولة سهنا إليهم أنهم يعقلوا ريال الشعب اليمني ولا يسطوا أبناهم إلى الجبهات المحرقة أهني الجيش الوطني بحلول عيدة الأفطار المبارك والريال المرابطين في المتارس الثابتين ثبات الجبال ونهنيهم ونهني جميع الشعب اليمني نعيد هنا من الزملاء والجبهة مناظلين في جبهة الكسارة والمشجح والمخدرة نحمد الله ونشكره ونعيد هنا انتصاراتنا وعيادنا في جبهاتنا والله يدور في هذه الجبهة معارك والحمد لله بفضل الله كسرنا روسنا في الكسارة ومعارك طاحنة ولا زال يحاول العوثية يتقدم لكننا نحن لها بالمرصاد والله المعنويات عالية فوق السحاب المعنويات والله معنويات قوة ناطق جبال هنا معنويات الشباب عالية ومرتفعين فوق السحاب وما كان يدخلوا معارب ما بقي واحد مننا هنا وان شاء الله ما دخلها ما دام بشر في مارب وفي اليمن كامل نحن مرابطين هنا في جبهة الكسارة ونحن متصدين للعدو مهما يحشد لو يحشد بالملايين ونعاهد الله ونعاهد الشهداء لن نتراجع شبري واحد ونحن معنوياتنا تفوق السحاب ننصحهم بأن لا يسمعوا كاهن الكهف ونعودوا إلى رشدهم فنحن يمنيين ونمثل الجمهورية وهو مثل الإمامة وظهر الآن إرلو يعني أمام عيونهم وعيوننا وظهرت الحقيقة يعني يكفي عودوا إلى رشدهم وانتصارات عظيمة إن شاء الله وانعذاج شهدهم معنا الآن بإحتنا واجده والله العيد معنويات عالية وعيدنا رباطنا في هذه الجبهة ويعلم الله أن نحن مرتاحين يعني في قمة الراحة في الجبهة ونحن نستشعر الآجر والثواب من الله سبحانه وتعالى والله الرسالة نقولها إنه العيد أحلا عيد في الجبهة وما عيد إلا في الجبهة نقول رسالة للحوثي إنه لا يغررش بأطفالهم وشبابهم بيوصلهم إلى المحرقة كل من جاء فيه يموت ومعنونات العدو من حطه لآخر بنت عيدنا رباطنا وكذلك عيدنا جبهاتنا معنوياتنا ومعنويات الجيش الوطني بشكل عام عالي فوق ثوري وخلال زيارات المعيدة للمرابطين في الجبهات أشهد أركان المنطقة السادسة بصمود الأبطال فيها والذين اعتبروا الجبهات بمثابة منازلهم وتبادلوا التهانية العيدية فيما بينهم وأكدين العزم على مواصلة معركة الجمهورية ونحن في زيارة لكل مواقع اللواء 101 والمنطقة العسكرية السادسة لهؤلاء الأبطال المثابرين والمجاهدين الذين أبوا إلا أن يعيدوا في هذه المواقع واعتبروها هي بيوتهم الأولى هي أسرهم بل أفضل من أسرهم كما سمعنا منهم أجواء العيد فرحة حقيقة فرحة وخصوصا بعد ما حدث للحوذي في الأيام الماضية في منطقة حويشيان في منطقة الجدافر وفي منطقة الغسارة في قطاع منطقة العسكرية السادسة أمس الليل هناك معركة قوية وكانت نتائجها سيئة وسلبية على الحوذي حيث رجع مهزوما مغلوبا وجثثها لا زالت إلى الآن من هؤلاء المغرر بهم المساكين الذين أضاعوهم أماتهم وآباءهم ليذهبوا مع الحوذي ليرجعوا إن رجعوا إن رجعوا وكما رأيتم هناك جثث لها أكثر من ستة أشهر مرجومة في هذه الصحاري إن لله وإن إليه راجعون من هؤلاء المساكين المغرر بهم أقول الجيش الوطني على أهبة الاستعداد للعودة إلى صنعاه إلى صعدة إلى عمران إلى كل محافظات اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى العيد هو منطلق للتحريض هو منطلق للنصر إن شاء الله إن كان هناك هجوم للجيش الوطني بقيادة قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاث في منطقة حويشيان واستطاعوا أن يوصلوا إلى مواقع العدو وأن يقتلوا عدد كبير من العدو وأن يحرقوا عرباته وآلياته ويأخذوا الكثير منها في حويشيان وفي الجدافر وبإمكانكم ولعلكم رأيتم الصور في الأسبوع الماضي تم السيطرة والاستيلاء على أكثر من طقمين أو ثلاثة أطقم ومدرعات في جبهة الجدافر وفي جبهة حويشيان من أطقم الميليشيات الحوثية وفي الأسبوع الماضي كما رأيتم نحن ذهبنا أو طاردنا العدو إلى بوابة لبنة وهذا إن شاء الله ما يشجعنا أن نطارده إلى الجوف وإلى ما بعد الجوف قريبا إن شاء الله تعالى بفضل الله ثم بوجود هؤلاء الأبطال الذين ترونهم في هذه المواقع وثبات آخر يؤكده المرابطون في جبهة حجة أولا نقول لكم الأعياد أننا واقفون شامخين كشموخ القبال في متارسنا وهذا فخرا لنا فخرا لنا والله إنها من أعظم من أعظم النعم أن الله أنعم على هذا الجيل في الجهاد في سبيل الله يعني نعمة كانت مفقودة في الأجيال من قبلنا وهي إتاحة لنا الفرصة بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والدفاع عن الدين والعقيدة والعرض والشرف والدفاع عن يمن الحبيب ضد هذه الفئة الكهنوتية القاية من خارج أقطار الوطن العربي وهم يعلمون من أينهم وإن أصولهم ومن أين أتوا وإن شاء الله سيععدون من حيث أتوا بإذن الله هم وأباءهم وأجدادهم الذين قم سبقوهم نتمنى لله عز وجل أن عيننا بإذن الله على تحرير ما تبقى من اليمن الحبيب وأن نكون عند حصن ظن شعبنا بناء ونقول لهم بأننا قادمون بإذن الله على تحرير كل شبرة من أرض الوطن والله والله لن نحص برفع المعنويات ولن نحص بالرقولة إلا عندما نزور أبطالنا هؤلاء السمر السواعد السمراء في المتارس والله إننا نحن نتفع معنويتنا أكثر فأكثر ونتطمن أن وضع اليمن عامة مش وضع القطاع ووضع منطقة العسكر الخامسة نتطمن بأن وضع اليمن بشكل عام إن شاء الله إلى خير طالما وفي من هؤلاء الرجال المناظرين نقول لكل المقاتلين من أرض الشرف من أرض العز نقول لهم عيدا مبارك ومن عيد إلى عيد والنصر قريب النصر قريب النصر قريب معنويتنا في هذا اليوم مبارك عيد الفطر المبارك معنويات مرتفعة معنوية القتالية عالية تنطع السحاب ومن نصر إلى نصر بإذن الله ورسالتنا إلى جمالاء ورفقاءنا رفقاء الدرب والسلاح في جميع القبهات والثغور والميادين أن نرابط وأن نكون للمليشيات الخبيثة أتباع إيران وأذنب إيران بالمرصاد وإن شاء الله بإذن الله من نصر إلى نصر قادم نحن الآن مستمرون وهذا العيد الثامن على التوالي ونحن نعيد في القبهات وفي المتارس وإن شاء الله بإذن الله عيدنا بالقبهات ونحن هنا مستمرون وصامدون حتى آخر قطرة من دمائنا لأقل تحرير اليمن من المليشيات الخبيثة عيادنا قبهاتنا ومعنويتنا عالية وصمدنا قوي وعطانا سخي وإحنا في هذا الوضع نتشرف وأن نكون في هذه المواقع مواقع الشرف والبطولة صامدون حتى آخر نفس إن شاء الله حتى دحر هذا الشردماء الخبيثة وتحرير الوطن رسالتي لكل الأبطال في الثغور والقبهات والمياذين مزيدا من الصمود مزيدا من الثبات والله سبحانه وتعالى سيمكننا منهم وقريبا بإذن الله سبحانه وتعالى ستسمعون تشيع جنازة الحوثية إلى الأبد بالتزامن مع عيد الفطر المبارك أضحت ملايين الأسر اليمنية بلا غذاء ولا دواء وباتت تبحث عن أبسط مقاومة الحياة من قبل المنظمات الإغاثية التي أوقفت جزءا كبيرا من مساعدتها المقدمة إلى اليمن مرحبا بكم يأتي عيد الفطر المبارك لهذا العام واليمنيون يعيشون أسوأ أيام حياتهم فمنذ أن قرعت طبول الحرب في العام 2015 طرقت المجاعة أبواب البلاد وأصبحت جزءا من واقع المواطنين الذين تقطعت بهم السبل ووجدوا أنفسهم بين مراقصات معيشية يومية صنفت بأنها الأسوأ عالميا في ظل عدم بوادر الإنفراج سنستعرض لكم أرقاما وأحصائيات من المجاعة الحاصلة في البلاد وكذا الواقع المأساوي الذي وصل إليها اليمنيون بسبب الحرب تقارير الأمم المتحدة الأخيرة كشفت في آخر إحصائياتها بأن الوضع الإنساني في اليمن يسقط من حافة الهاوية وبات أكثر من عشرين مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بين هؤلاء يجوع أكثر من ستة عشر مليون من الرجال والنساء والأطفال وعشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة فيما خمسة ملايين شخص على بعد خدوة واحدة من المجاعة المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد في مؤتمر صحفي سابق بأن الوكالات الإغاثية تحتاج إلى أربعة مليارات دولار لصط مجاعة كبيرة يمكن أن تحصل في اليمن إلا أنه لم يوفر من هذا المبلغ سوى أربعة وثلاثين في المئة وقبل إيقاف وتقليص بعض المساعدات المقدمة إلى اليمن كانت تساعد أربعة عشر مليون شخص شهريا إلا أن هذا الرقم انخفض إلى عشرة ملايين شخص شهريا على وجه الخصوص بسبب تخفيض التمويل تقارير الأمم المتحدة كشفت أيضا أن نحو خمسين ألف يمني يعيشون في ظروف تشبه المجاعة وباتت حياتهم على المحكة وسيعاني هذا العام ما يقارب من نصف أطفال اليمن تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد بمن فيهم أربعمائة ألف طفل سيموتون إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل وأفاتت تقارير الأمم المتحدة أن مليونين وثلاثمائة ألف طفل في اليمن معرضون للمجاعة وسوء التغذية بحسب التوقعات القائمة مشيرة إلى وجود ارتفاع في معدلات سوء التغذية الحاد بمقدار عشرين في المئة بين الأطفال تحت سن الخامسة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك شدد في تصريحاته الأخيرة على ضرورة إنقاذ حياة الملايين من موت محقق مشيرا بأن اليمنيين ينزلقون إلى أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود من الزمن تمويل العمليات الإنسانية في اليمن خلال عام 2020 انخفض بشكل حاد إذا لم تتلقى الأمم المتحدة وشركاؤها سوى 2 مليار دولار فقط أي نصف ما تلقوه لعمليات الإغاثة خلال العام 2019 ورغم وعود الوكالات الإنسانية بمساعدة أكثر من 16 مليون شخص في اليمن تؤكد التقارير بأن 80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة ومعظمهم يعانون من مخاضر المجاعة وسوء التغذية وجائحة كوفيد 19 والكليراء وتهديدات أخرى تجرهم إلى حافة الموت اتفعت حصلة غرات قوات الاحترال الإسرائيلية على غزة إلى 170 شهيدا بينهم أطفال ونساء وأكثر من ألف جريح في ظل قصف كثيف ومتواصل على مختلف أحياء القطاع قالت الأمم المتحدة أن ما يجري في فلسطين دفع نحو 10 ألاف فلسطيني للفرار من منازلهم وقالت منسكة أشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لينهادستي أن الناس لجوا إلى المدارس والمسايد مع صعوبة الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وكانت طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار قد استهدف بوقت سابق من اليوم مواقع في غربي وشمال قطاع غزة بغارات متتالية وتفيد تقارير بأن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 170 غارة خلال نصف الساعة بحسب مصادر فلسطينية رحى ضحيتها عشرات المدنيين بين قتيل وجريح أبرزها مجزرة مخيم الشاطئ لا إله إلا الله لا إله إلا الله وارتفع عدد ضحايا العنف لأكثر من ألف قتيل وجريح في غزة وسبعة قتلة في الأراضي المحتلة ودمرت غارة إسرائيلية برج الجلا في قطاع غزة الذي يضم مكاتب إعلامية وشقق سكانية بعد أن أعطت مهلة قصيرة لإخلائه قبيل تدميره على غرار الغارة التي استهدفت برج الشروق قبل أيام في المقابل أفادت وسائل إعلام محلية بيدوي طلقات الإنذار في مناطق في النقب وسط تحذيرات من طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من قطاع غزة وشهدت عدد من الدول العربية والعواصم العالمية تظاهرات احتجاجية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والغارات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة ويذهب ضحيتها مئات المدنيين فضلا عن تدمير المباني والبنية التحتية ووصل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية هادي عمر إلى الأراضي المحتلة لإجراء محادثات في إطار الجهود المبثولة لتهديئة الأوضاع وسط استمرار الدعوات الدولية لوقف طلاق النار لكن دون أن يتم تحقيق أي خرق في هذا الاتجاه في نشرتنا أيضا أكثر من 160 مليون إصابة بكورونا والهند الأكثر تضربا موسيقى 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 أهلا بكم وجددا أعلنت اللجنة الوطنية العلية لمواجهة كورونا تسجيل 15 إصابة جديدة بالفايلة وأوضحت في حسابها على تويتر أن 11 إصابة سجلت في تعز وأربع في حضر موت وتم تسجيل 6 حالات شفاء جميعها في حضر موت ليصبح الإجمالي إلى 6538 منها 1285 حالة وفاة وأكثر من 3000 حالات تعافن وعالميا فقد ذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 بلغ أكثر من 162 مليون وتسعمائة وخمسة وستين ألفا فيما تجاوزت الوفايات 63 مليون وتسعمائة وخمسة وستين ألفا ووصل عدد من تم شفاؤهم من المرض إلى أكثر من 140 مليون إلى الهند التي سجلت زيارة طفيفة في العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس غير أن الوفايات ظلت قريبة من حاجز أربعة آلاف حالة ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية فقد سجلت البلاد خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية 326 ألفا وثمانية وتسعين حالة إصابة جديدة أو إصابة جديدة بالفيروس وذلك في أقل زيارة منذ ما يقاربه من ثلاثة أسابيع ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 24 مليون إصابة وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 3890 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي في الوفايات إلى 266 ألفا بلغ إجمالي عدد حالة الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في إفريقيا أربعة ملايين وستمائة وسبعة وستين ألفا وسبعمائة وثمان وتسعين حالة إصابة حتى ظهر سبت وقالت المراكز وهي وكلة رعاية صحية متخصصة تابعة للإتحاد الإفريقي إن عدد الوفايات جراء المرض بلغ أكثر من 125 ألفا في جميع أنحاء القارة وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وأثيوبيا ومصر من بين الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة في القارة وفقا للمراكز الأفريقية حذرت منظمة الصحة العالمية بوجوب التزام الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا بوضع الكمامات الواقية في المناطق التي ترتفع فيها نسب انتقال العدوى وذلك غدا تتخلي الولايات المتحدة عن الإجراء في أراضيها وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة ولكنها أوصت باستمرار المطعمين في وضع الكمامة في وسائل للنقل الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها وكذلك في المطارات ومحطات القطار وقال المدير التنفيذي لبرنامج حالي الطوارئ الصحية في المنظمة مايكي راين حتى في الحالات التي يكون فيها نطاق تطعيم مرتفعا إذا كانت هناك يصابة كثيرة فيجب عدم الاستغناء عن الكمامة في نشرتنا أيضا تضرر أكثر من ستة ألاف أسرة نتيجة سيود الأمطار وتوقعات بمنحافظ جوي قد يضرب حضر موضع ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا وننتقل إلى الملف الاقتصادية جولتنا الاقتصادية نستهلوا بالشأن المحلي حيث كشفت دراسة اقتصادية جديدة أن العرض النقلي في السوق اليمنية اتجا إلى التزايد وصل إلى خمسة تروليونات وثمانمائة وأربعة عشر مليار ريال في العام الفين وتسعة عشر مقارنة بثلاثة تروليونات ومائة وستة مليارات ريال في العام الفين واربعة عشر وارتفع حجم التدول النقدي خارج النظام المصرفي من ثمانمائة وعشر مليارات ريال عام الفين واربعة عشر إلى تروليونات وثمائة واثنين وستين مليار ريال عام الفين وتسعة عشر أي بنسبة واحد وخمسين في المائة من إجمال العرض النقدية وأظهر مؤشر نسبة العملة المتدورة خارج الجهاز المصرفي الضعف كفاءة الجهاز المصرفي والسياسة النقدية وانخفاض قدرتي في حشد الموارد المالية من الجمهور وإمكانية تسخيلة لصالح التنمية بحسب دراسة تدورات الاقتصادية في اليمن ويتكون الجهاز المصرفي اليمن من سبعة عشر بنكا منها أربعة بنوك إسلامية فيما يتسم السوق المصرفي بالتركز حيث يستيدر ثلاثة بنوك فقط على أكثر من خمسين في المائة من إجمال أصول ووداع البنوك بينما تمتلك خمسة بنوك حوالي ثلاثة وسبعين في المائة من إجمال فروع البنوك في البلاد وتعكس العلاقة بين العرض النقدية والكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي ظروف الانقسام المؤسسي للبنك المركزي بين إدارتي البنك في عدن وصنعاء تتعمد ميليشيا الحوثي تضييق الخناق على المواطن بالتوسع في فرض الإتاوات والجبايات بغية تكوين ثروات ضخمة عيث نفذت حملات ابتزاز جديدة بحق ملاك الحدائق والمتنزهات من خلال فرض جبايات مالية تحت تسمية عدة وهو ما حرم الأغلبية من فرحة العيد وبحسب مصادر اقتصادية فإن تلك الجبايات انعكست بشكل مباشر على أسعار التذاكر وارتفاعها بشكل كبير ما دفع الأغلبية من المواطنين إلى إبقاء أطفال في المنازل بدلا من أخذهم إلى الحدائق والمتنزهات بعدم قدرتهم على دفع قيمة تذاكر الدخول والألعاب عبر مواطنين في عدن عن السياع من استمرارين قضاع التيار الكهربائي خلال أيام العيد رغم مرور أسبوع على وصول أول دفعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة للكهرباء وازدادت ساعات قضاع التيار الكهربائي رغم تضرر المواطنين من درجة الحرارة التي وصلت إلى أرقام قياسية بلغت أربعين درجة مئوية خلال أيام الصيف وكانت وصلت مطلع الأسبوع الماضي إلى عدن أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية البالغة 24400 طن من المازوت و53000 طن من الديزل لتشغيل أكثر من ثمانين محطة كهرباء في المحافظة اليمنية المحررة غير أنها لم تنعكس بتأثيراتها على تحسن طاقة الكهربائية إلا بجزء يسير وفي حضر موت خرجت دعوة غضب عارمة في مدينة المكلة بسبب تدهر المنظومة الكهربائية التي تعمل ساعتين وتنطفئ ساعتين أخرى وعبر مواطنين عن استيائهم من عود وزارة الكهرباء بتحسين خدمة خلال أيام العيد مع دخول 20 ميغا لخدمة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن ما يجعل الحر الشديد يفتك بحياة كبار السن والأطفال والمرضى بسبب الإنقضاء المتواصل للتيار الكهربائي وأخيرا سجلت شركة روس نفط أكبر شركة نفط الروسية أرباحا صافية بقيمة أكثر من ملياري دولار في ربع الأول من العام الجاري 2021 بعدما كانت قد سجلت خسارة في نفس الفترة من العام الماضي وأوضحت الشركة أنها سجلت أول ثلاثة أشهر ربحا صافيا وفقا للمعايير الدولية المالية بقيمة 149 مليار روبل أي ما يعادل نحو مليارين و13 مليون دولار غيابة الأوضاع المعيشية الصعبة غالبية الأسر اليمنية عن فرحة العيد فيما معظمهم يحتفون بهذا العيد بطريقتهم الخاصة رغم آلام الحرب التي غيبت فرحة العيد لدى غالبية اليمنية تحاول بعض الأسر الاحتفاء بعيد الفضر المبارك بالرغم من المنقصات المعيشية التي يكابدها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية كأبرز تداعيات الحرب التي زادت من تداول الوضع الاقتصادي فرحة العيد هذا العام هي فرحة بمواصفات خاصة فرحة ممزوقة بعدد وقملة من المآسي ارتفاع الأسعار ومنقصاته وعدم قدرة كثير من الأسر على ملاحقة أسعار الملابس أو مستطلبات العيد إضافة إلى ما أحدثته مأساة كورونا التصميم من قبل الأهالي على تهيئة أجواء الفرحة العيدية بدى واضحا على التدفق المتواصل لليمنيين وعائلاتهم من خلال الزيارات العيدية فيما بين الأهالي لتبادل التهاني ومحاولة نسيان مأساة الحرب من خلال ممارسة حياتهم بكل عفوية وعدم السماح للقتال وآلة الحرب الحوثية بأن تنقص فرحة العيد نحن نتقاوز كل هذه الصعوبات رغم الحصار والمرض ولكن النس بطبيعتهم استطاعوا أن يتقاوزوا هذه المحنة ويقوموا بالزيارات وتبادل الهدايا الأوضاع المعيشية ورغم صعوبتها إلا أن الناس ماضون في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي حتى لا يتذكرون مزيدا من الآلام التي تجرعوها منذ ست سنوات إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا الذي زاد من تعقيد الحياة المعيشية وجعل حياة الآلاف من اليمنيين عرضة للموت العيد هذه السنة مختلف تماما عن بقية السنين الأولى التي مضت ولكننا نصنع الفرحة برغم الظروف المعيشية التي نعيشها في المدينة وفي مناطق صيدرة ميليشيا الحوثي لا شيء يوحي بعيد الفضل المبارك باستثناء مظاهر الخوف وازدياد المعاناة مع ترد الأوضاع المعيشية ونهب الميليشيا لمرتبات موظفية الدولة فعند مرورك في شوارع صنع تلاحظ ملامح الخوف والفقر وتعتري علامات الترقب والبؤس وجوه ساكنها العالقين في مناطق صيدرة الميليشيا التي تبني ثرواتها على حساب دماء ومعاناة اليمنيين أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة أن السمرار الأمطار الغزيرة في الأسبوع الأول من مايو تسبب في فيضانات مفاجئة كبيرة وهو ما قد يسبب مآسي إنسانية جمه معاناة اليمنيين تتجدد مع كل موسم للأمطار حيث تتحول إلى مآسي حقيقية يفقدون في هذويهم ومنازلهم وكل ممتلكاتهم ولا يجدون سوى الآلم والحصر وتجاهل الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات التقارير الأولية تشير إلى أن آلاف العائلات قد تضررت أن غالبيتهم في مناطق يقطنها النازحون داخليا وسط توقعاتهم باستمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة إذ يمتد موسم الأمطار في اليمن إلى أغسطس المقبل وقالت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من ستة آلاف أسرى في اليمن قد تضررت من السيول التي ضربت البلاد خلال الأسبوع الماضي وفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن استمرار الأمطار الغزيرة في الأسبوع الأول من مايو في بعض إجزاء اليمن قد تسبب في فيضانات مفاجئة كبيرة وأضف حدث أكبر تأثير للفيضانات في محافظات عدن وحضر موت وحجة ولحج وأبيا وذمار ومأرب والبيضاء وكشف التقرير أن عدد العائلات المتضررة من السيول قد ارتفع إلى ستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسين أسرى عدد أفرادها واحد واربعون ألف ومئة وثلاثين شخصا وأفاد بأن ثلاثة أربع هؤلاء المتضررين هم من فئة النازحين داخليا الذين يعيشون في مخيمات نزوح غير ملائمة وتحدث التقرير عن سيول التي ضربت مدينة ترين في حضر موت قائلا أنها اشتاحت إجزاء من المدينة مما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات والمزارع والبنية التحتية بما في ذلك المنازل وإمدادات الطاقة والطرق ونظام الصرف الصحي ومواقع النازحين وبالرغم من النداءات المستمرة من الجهات ذات العلاقة لحل هذه المعضلة وبناء السدود وعدم البناء في مصارف الأمطار لكن الحكومة ما زالت غيبة عن معالجة هذا الملف الذي يودي بحياة آلاف الضحايا في مأساة تتكرر كل عام أصدر مركز العمليات المشتركة في حضر موت تعميما دعا فيه إلى رفع حالة التأهب للتعامل مع آثار منخفض جوي توقعت مراكز الأرصاد حدوثها خلال 24 ساعة قادمة وأشار التعميم أن مراكز الأرصاد أبدت مخاوفها من حالة مدارية ماطرة تضرب خمسة محافظات منها حضر موت داعية عمليات الوحدات العسكرية والأمنية والدفاع المدني إلى إبلاغ وحداتهم برفع درجة حالة التأهب ورفع النقاط من الأودية ومجاري السيول وتحذير السائقين من تدني مستوى الرؤية الأفقية وتضمن التعميم دعوة مدراء مديريات حضر موت لتجهيز فرق الطوارئ وتفعيل غرفة العمليات وإرسال البلاغات أولا بأول لمركز العمليات المشتركة للتعامل مع الحالات كان هذا خبارا الأخير في ختام هذه النشرة التي أعود مذكرا بأبرز ما جاء فيها قوات المشتركة تكبد الميليشيات قتلى وجرحة وتواصل زيارتها للمرابطين في مختلف الجبهات وتدمير مخزن أسلحة وتعزيزات حفية غرب مأرب والمرابطون يجددون العزم على استمرار الموجهة وجهود متسارعة للتهديات في غزة وأكثر من ألف شهيد وجريح وحايا العدوان الإسرائيليين وحايا العدوان الإسرائيليين ترجمة نانسي قنقر